بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ المحاضرة الثانية من الدرس الخامس والأخير اللي عنوانه The Second Law of Thermodynamics and Entropy تم تطرق خلال الحصة الماضية إلى تعريف الهيت انجن هنا راح نبدأ بتعريف الآلة الثانية اللي هي Refrigerator وهي كلمة معروفة طبيعي جدا وهي هنا هي الآلة التي تنقل الحرارة من المكان البارد إلى المكان الساخن هنا يتم التساؤل هل الطاقة الحرارية تنتقل من البارد إلى الساخن أو من الساخن إلى البارد هنا طبيعي جدا في الطبيعة تنتقل الطاقة الحرارية من المكان الساخن إلى البارد ولكن هنا بالنسبة للثلاجة تنتقل الطاقة الحرارية من المكان البارد إلى الساخن مثال هذا لو أخذنا هنا زي الثلاجة وإيش نبدأ؟ نبدأ بدرجة حرارة عادية مثلا 25 درجة مئوية لو شقلنا الثلاجة لو شفنا بعد نصف ساعة أو ساعة رح نشوف أنه درست الحرارة مثلا وصلت إلى إيش إلى خمسة درجة مئوية فهنا إيش حدث؟ حدث أن الطاقة الحرارية هنا تم سحبها من هذا المكان وإخراجها بره طبيعي جدا هنا لو لمسنا الثلاجة من بره رح نلاقيها إيش للاقيها سيخنة وهذا يعني إلقاء الطاقة الحرارية الموجودة داخل الثلاجة إلى إيش إلى بره فهذه الرسمة تعبرنا عن هذا الشيء فمثلا أخذنا رفريجريتر إيش سوين هنا؟ سحبنا الطاقة الحرارية من المكان المراد تبريد وهو المكان البارد يسمى QL أو زي ما قلنا قبل QLow أو Colt نفس الشي QL تساوي QC يتم سحبها من هذا المكان ثم إلقاءها إلى المكان الحار ما يسمى QH أو زي ما قلنا QHut لتشغيل الثلاجة إيش يلزمني؟ يلزمني الكهرباء والكهرباء إيش تسوي لي؟ الكهرباء تسوي لي شغل في مطور أو محرك هذا الثلاجة وينتج عنه إيش؟ ينتج عنه Work فإيضا لتشغيل الرفريجريتر إيش يلزمني؟ يلزمني Work وهي Required Input وإيش نطلب منه الرفريجريتر؟ نطلب منه التبريد وأيضا نطلب منه QL فإيضا هنا عشان نعرف efficiency للرفريجريتر وما يسمى بـ Coefficient of Performance of Refrigerator Coefficient of Performance COP of Refrigerator زي ما قلنا هو Desired Output يعني QL على الـ W بعد عشان نمر من هنا إلى هنا إيش يجبني نسوي؟ نعرف إنه الإنرجي مجموعة الطاقة التي تدخل تسوي إيش مجموعة الطاقة التي تخرج فهذا يعني إنه QL plus Work يسوي لي إيش؟ يسوي لي QH زي ما قلنا QL أيضا تسوي لي QC plus W QH استعمال هذه المعادلة هنا لاستخلاص قيمة الـ Work وتعويضها هنا تصبح لي QL على QH minus QL الآلة الثانية اللي راح نشوفوها هي Heat Pump أو المضخة الحرارية هي الآلة التي تحول الحرارة زي ما قلنا من المكان البارد إلى المكان الساخن لو كانت عكس هذا يعني من مكان الساخن إلى المكان البارد فلا يستلزمني هنا ألا The objective of Heat Pump is maintained a heated space at high temperature لاحظ هنا إيش؟ لاحظ إنه الرسمة حقة الـ Refrigerator والـ Heat Pump تقريبا نفسها ليش؟ لأنه هنا يتم صحب الحرارة من المكان البارد ثم إلقائه إلى المكان الساخن ويستلزمها الـ Work الفرق الوحيد بين الـ Refrigerator والـ Heat Pump هو إيش؟ هو شيء هذا بما أنه هنا QH هي إيش؟ هي Desired Output ينتج عن هذا عن Desired Output QH إيش ينتج؟ ينتج أنه Coefficient of Performance of Heat Pump زي ما قلنا هنا C-O-P of Heat Pump Desired Output or Required Input يعني QH على الـ W نفس الفكرة هنا الـ W يتم تعويض حسب ما تم تفسيره قبل تساوي QH minus QL فهنا نذكر فقط أنه الفرق بين الـ Heat Pump والـ Refrigerator هي الـ Desired Output بالنسبة للـ Heat Pump Desired Output هي إيش؟ QH طبيعي جدا وبالنسبة للـ Refrigerator Desired Output هي QL هنا كنت خلصت المحاضرة فقط نبغى طرح السؤال إيش الفرق أو إيش Desired Output ما بين الـ Refrigerator والـ Heat Pump